هاي حبايب قلبي كيفكم شاء الله تكونوا بخير و بسرحة و سلام و عافية هلا بيكم في هذا الفلوغ الجديد باخر الفلوغ عملتو كنت حكيت لكم عن اللابتوب تبعي صار فيه كتير مشاكل يعني مشيت مشان اصلح شغلة شغلة تانية اتخربت اللي ما شاف هذا الفلوغ و ما عارف القصة حيلاق الرابط بسندوق الوصف روح وشوفوا الفلوغ مشان تفهموا اكتر عامل موعد مع المصلح تبع اللابتوب على اساس ان اروح و اشوف شو صار فيه و شو الجديد شو كده لسه ما بعرف ان شاء الله ما يصدمنا كمان مرة تانية لسه ما بعرف شو حيالي فيا هالشي انا حق ارجيكم هلأ لبستي اليوم شو لبست لان كتير منكم عم قليل شي ما ورجينا ورجينا سو حق ارجيكم سو هاي لبستي زي ما بتشوفو جامب سوت هذا من شيئن هاي الجاكت من لوفلي هول وعامل حجابي من الضرات كمان من لوفلي هول وحالبس دقيقة وحالبس هاي الترينر او هاي الخفافة اللي عزقون كمان من شيئن هناك شغلات دائما ما بتكون حاطتها في بالك و بتيجي هيك من عند الله هون الاضاءة احسن هناك شغلات بتكون مانك حاطتها في بالك و مانك مخطط لالها او بتكون مخطط بطريقة تانية فبتيجي هاي الشغلات فجأة بس شو بدنا نقول عسان تكره شيئن وهو خيروا لكم هلا امل جاهزة امل بديها تروح معي حاطت تطلع معي جاهزة امل يلا خلونا هنروح هنروح خلونا نروح ماذا اشتران يديك صنطة تقطعت لي ايه ايه صح لي صنطة ايدي زمان ايه ايه فيزاجية الفنتيلاتور ايه موقت فرش كنحي لا قادم ومشي فونسو مانو في لسان تقطعت لي مشينا البحقات دينا هذي تختارها مخير ايه يمكنك أجرتها الدولتنا من المزارة ايه ايه من هنا اخرى سوف بكثيرة وأناaxدت كندوقت انتظرو بحق المزارة صحيح وانا انا انتظرو لقد اعتقدت بالكاميرا مهمة عندما أحصل من الوقت ولكن عندما أردت الكاميرا في المنزل كنت أردت من الوقت لأنه هناك كاميرا لأنها أمامك لقد اعتقدت بأنني أردت لأنه آهار لقد أتركت لم ننشغل لأنه يوجد مزيد كانت مزيدة الكاميرا لا تشغل على شيء كذلك لنضع الفيستايم فقط لكي نرى كما ترى الكاميرا لا تشغل لا أحب الوضع أبداً كثيراً كثيراً إثناء وقت مرحباً هذه أخر مرة تصل يعني بين مرحباً ولا مغضي شعش بك حل تارا تارا يجينا على السيارة هاي أمل يجيت على السيارة بس هيك مشان و بدي كمان أعكي لكم شو صاير سياء جايما ورجيتكن أن الكاميرا ما نشغل أبداً باللابتوب فقال لي أنه سيغير اللافي الشغ كل الشاشة باللابتوب لكي تغير كل شيء من شاء الكاميرا ترجع تعمل قال لي شيء ساعة هلأ سيرجع معها شاف واحد رفيقه عنده اللافي الشغ تبع الماك لأنه تبع الماك موجودة بكل مكان لازم تطلبها فقال لي أنه واحد رفيقه عنده سيشوف لي بعد ساعة ونشوف شو حيصير شو حيصير هذا اللابتوب يعني جنني أنا هالأيام والله جنني كل ياتنا رغم أنه سأخبركم هالشي كل ياتنا سنزعل بهيك مواقف بس سوري لذلك حتى هل أنتم معكم؟ شو كوني معايا؟ شو كونت سيهم؟ شو كونسيهم؟ وشو ماء؟ حبيباتجالي اسمحي لي مرحبة بكم ولكن ما لا أعرف عن الحب لأن هذه النمرة مختلفة لديني هذا الايمات سوف نصل لها من أخرى و 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 من أخرى لا مكان لا مكان مشكلة يا حبيبة لا مكان مشكلة اسمحي لي لقيت لك لا تبرصيني أو شيء لا تتعرفين نمرات عشي واحدة ركت دوري في ركت عارفة كيف مرحبا بك زين شكرا لا تفضل من أخرى و من أخرى و من أخرى من أخرى و من أخرى مرحبا بك يا حبيبة شكرا بك شكرا بك كيف تفضل؟ شكرا بك شكرا بك ممكن معرفة عن طريقتي x أخذ. نعم يا حبيبة. شكرا. شكرا. ايه. حبيبة. أنت معي. هيا حبيبة. اسمها سيهام. لديكم. لا أعرف. هناك حسنا. تدور عليك تحاول تلاقي رقمك بأي طريقة تحاول تلاقي بيتك بأي طريقة تحب تشوفك تتعرف عليك تحكي معك تقرب عليك عن جد بيعني لي كثير وكمان يعني بيعني بيوصف الحب الكبير يلي انتو بتحبوني اياه بحبكم كثير الله يسعدكم يا رب شكرا كثير كثير و الله يحرمني منكم نكمل الحكي لكننا نحكي عن انه أعسان تكروا شيئا وهو خير لكم و خير الكلام ما قلوا من غير ما انه اكتر في الموضوع بس انه اي شغلة صارت لكم وزعلتوا عليها لا تزعلوا كثير و لا تضلوا هيك يعني ما بعرف شو كده يعني عسر يطلعوا من هذا المزاج و من هذا الجو انه الله سبحانه وتعالى عملنا هالشي لانه فيه خير لإلنا وفيه شغلة جاية أحسن كايز على فكرة هالأيام الجاية في عندي موعد مهم ممكن كما تكون عندي صفرة في عندي صفرة حلوة جاية فبدياكم ليس يا ما اشترك يشترك في القناة هاله عا السريع ويشغل زر الاشعارات الجرس لانه جايين فيديوهات حلوة بتجنن لكي نشوف كل شيئ وتكونوا معايد كل باك جيت عالبيت فيناني سوف أتتحرك أريد أن أتحرك و ارتاح ثم سأتتجير وسأتتعكم و أشكرك ماذا حدث سأتع أتحدث عن اللابتوب فإنما قلت لكم قلتني و سوق رجعت للتوقف بعدين دقيت له قلت له ايه وشو صار هلأ قال لي والله لسه بدو شغل فقال لي انتي روحي عالبيت انا بس اضبطه حدقلك وحاجيبه حاجيب لك اللابتوب لحد بيتك فهمنستنى هلأ على اساس بعد شه ساعة ساعة ونص حاجي يساويح وحاجيبه للي للبيت صراحة محتاج اللابتوب كتير 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 كزي ما قالت لكم بشغلي خصوصا انه بدي انزلكون كمان فيديو بكرة يعني الفيديو اللي قبل هاد اللي عم يسيروا الشغلات في الفيديو اللي قبل هاد اللي لسه ما نزلتوا انتو بتكونوا شفتوا الفيديو اللي قبل هاد بتكونوا هلأ عم تشوفو هالفيديو فهيا بس هشي عم نستنى ان شاء الله خير بقوايا بدون ميكياج وراحة يعني هلأ هاي الساعة 11 هلأ امل شوفوا شلون نايمة ليكوا امل نايمة شوفوا الدبدوب اللي جنبه بقوايا عم بسنى الزلامة اللي هو مصلح اللابتوب على اساس انه تضبط ليها وحيجيب ليها هلأ فعم بسنة عم بسنة هقال إنه شويوي يكون عندي فعم بسنة هلأ لا يأتي اللابتوب الرجع اللابتوب كأن استقبلت الباب الجديد يا رب الابتوب يرجع سوف أرجعكم الآن ما التعديدات التي صارت عليه غير الشاشة غير الكثير من الأشياء لكن الحمد لله لابتوب يرجع يا رب الابتوب أول شغلة في الابتوب تغيرت الشاشة يعني هذه الشاشة هي كلاياتها تغيرت هالجاجة يعني الزاز تغيرت كلاياتها الكاميرا كمان تغيرت بس كاميرا نحطها هنا على الفيس تايم كما نرى أنه ضبطة وتبام فايا أنا كثير فرحانا أنه لابتوب يرجع و سأنتج لكم الآن الفيديو الذي أضعه على بالي و أنزل لكم ياه بكرة و أريد أن أشكر الشخص الذي صلح لي لابتوب و الذي أعد معه فترة و شو كان كثير لك أخ محسن بالأخير ضبطي إياه و الآن الساعة 11 و نصب الليل و إيجا لحد بيتي و جاب ليه شو كان كثير لك و ياه بس هالشي هلأ سأساوي منتاج سبع الفيديو أشوف لي شي فيلم و المهم أنه سر لابتوب ثلاثة يام هو بعيد عني بدي أستغل أستغل كل فترة راحة بدي أستغل بدي أعود عن كل فترة راحة يعني فبحكي لكم هاي وصلنا لنهاية الفلوغ أمل هون حتنام لكم تقول لي خليني نعم خليني نعم بس أنا بدي أنهي الفلوغ بحكي لكم بشوفكم إن شاء الله في الفيديو قادم بحبكم كثير و الله يحرمني منكم و دلوا متفاقلين و عسلا تكرروا شيئا هو خير لكم اشتركوا في القناة زيادة تشوفوا المزيد من الفيديوهات و بس خليت لكم الراحة بسلامة